نستكمل مع بعض حل متبينة من الدرجة الأولى ونلاحظ المثال قدامنا ده في طرف يمين وطرف يسار وكل من الطرف اليمين والطرف اليسار في متغير X وزي ما قلنا بجمع X لحلها في طرف وبقيد الأعداد في طرف آخر وبالتالي أشوف ممكن أجيب الأربعة X ناحية اليمين أو أجيب X ناحية مين اليسار بإشارة مخالفة فأنا هجيبها في الطرف اللي يخليه موجب إذن 4X ناقص X أكبر من أو ساوي 6 زائد 3 ليه؟ الثلاثة دي هتروح للطرف الآخر بإشارة مخالفة هجيبها 4X ناقص X يديني 3X أكبر من أو ساوي 9 أقسم على 3 اللي هو معامل X لما أقسم هنا على 3 وأقسم هنا على 3 3 تروح مع الثلاثة بقى الطرف ده في X أكبر من أو ساوي 9 على 3 فيها 3 وصلت إن X أكبر من أو ساوي 3 لو أنا عملت خط هنا أعداد وحطيت هنا 3 الـ X أكبر من الثلاثة يبقى على يمين الثلاثة وبالتالي يبقى الـ X بتاعتي بتنتمي للفترة اللي بدايتها 3 ونهايتها إلى مالة نهاية تفقنا مع بعض إن المالة نهاية دائما وأبدا مفتوحة الثلاثة أحطها مفتوحة أو مغلقة على حسب فيه يساوي ولا ما فيش يساوي فيه يساوي يبقى هنا تبقى مغلقة مغلقة وبالحل بتاعي الـ X تنتمي للفترة من 3 إلى مالة نهاية 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 اشتركوا في القناة شكرا